قد تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن هكذا نزل خبر استقالة المدرب خير الدين ماضوي كالصاعقة على عشق الأبيض والأسود بعد المشوار الكبير الذي قطعه المدرب الشاب مع فريق وفاق سطيف والذي أثمر علق بأغلى المنافسات القارية في بلاد القارة الصمرا الخبر الصادم جاء مباشرة بعد المباراة الأخيرة للوفاق أمام الضيف المغربي الرجاء البيضاوي والتي انتهت أطوارها للصالح الوفاق بفضل ضربات الحظ التي اتسمت في الأخير لأشبال المدرب ماضوي بعد التعادل الإيجابي في شوطي المباراة بهدفين في مرمى كل فريق استقالة مفاجئة والسبب مجهول توالت الأسئلة والاستفسارات غير أن المدرب ماضوي لم يجب سوى بأنها حتمية ولا رجعة فيها البعض قال بأنها نتاج الشتائم التي تهاطلت على المدرب من قبل الأنصار في المباراة إلا أن ماضوي قالها في الندوة الصحفية بصريح العبارة وقرر الاستقالة ليفتح الباب أمام الإدارة لانتداب مدرب جديد لقيادة العارضة الفنية للوفاق العام المقبل استقال ماضوي وترك وراءه أسئلة كثيرة تطرح عن سبب هذا القرار المفاجئ البعض رجح استقالة المدرب إلى الضغط الكبير والبعض الآخر قال بأنها اختيار شخصي وربما قد تكون نتاج الظروف القاهرة وراء كل هذا غير أن القرار التخذ وليس أمام أنصار الوفاق سوى تقبل الواقع والصبر على ألم الفراق ترجمة نانسي قنقر